ومن قام أسبوع نزلت فيديو مع أمين كمان هو إنستاجرامرز وبينزل فيديوهات على الإنستا ومثلت دور راية اللي هي مرة سطحية بس بتحب المصاري شيكي حاله وقبراني براسه وقعد بالسيارة مع أمين وهم بتتدحكي عليه بتتدحكي على تيابه وعلى سيارته بتتمسخري عليه لأنه ما عنده مصاري وأمين دائماً بنزل فيديوهات عن العلاقات الغرامية بين شخصين من جنسيتين مختلفين في عدة فيديوهات لما تظهر مع مرة روسية لما تظهر مع مرة جزائرية وإنت الفيديو اللي لعبتي فيه اسمه لما تظهر مع مرة لبنانية وبتمثل دور راية اللي هي ما بتتمثل المرة اللبنانية هي بتتمثل مرة سطحية بتشوف حاله وسيبرفيسيال فكيف تعرفتي على أمين وشو اللي يجبك على هالفيديو أنا أمين كنت عملت له فولو على انستغرام ودايماً بتلع على الفيديويات كان شخص كتير بداحقنا وهو دايماً لما بيكون مفتش على أكتريس أو كوميديان لحتى لمسل هول الفيديويات بحط ستوري على انستغرام وقول أنا عم بفتش على إن سنغالاز إن سنغالياً إن ستغيران لانه عم بفتش على مرة لبنانية لأنه سراحة الستوري ما شفتها بس هلو الفولولوراس تعولوا يقولوا كوكو ماكو 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 كو ماكو 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 فبقوا مها بكرة بتلع على المساجات على انستغرام وبشوف أمين بعتلي ميساج عم يسألني إذا أنا عايشي بباريز وإذا فينا نلتاق فالتاقينا عنا نحكي مع بعض ونشوف كيف فينا نركب الفيديو وأنا كتير مبسطت أنه اختارنا لأعمل هالفيديو لأنه أمين عنده شرق عنده كتير فولوورز عنده كتير فولوورز مشروع كتير بالإنستغرام على الإنستغرام وأنا قلت أديو أنا وإيه بكع كتير ظابيط فالتاقينا مع بعض شربنا في الجن قهوة سوا وزبطنا الفيديو ومثالنا الأحد من جمعة أوكي والفيديو كتير انتشار صح كم فيوز عملتوا؟ الحديث هلأ على الفيسبوك صرنا 2 مليون دوو مليونين مليونين فيوز أي 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 هذا بس على الفيسبوك مع بعض لك اليوتيوب الإنستغرام التويتر يمكن وكذا مرة يعني العانم عانولا شير على الإنستغرام طبعا والعاني 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 هلأ كتير ناس حبوا الفيديو بس في مننن قالوا أنه هاي بتاعتي صورة مش حلوية عن المرأة اللبنانية شو بتقولي لها الناس؟ هلأ نحن لما عملنا هالفيديو الأوبجكتيف طبع هالفيديو هدف الفيديو الهدف إنه نعمل شي يضحك أنا ما عم بعمل روبرتاج عن الإمرأة اللبنانية تفرج للعالم كيف الإمرأة اللبنانية نحن اشتغلنا على كل الكليشي طبع المرأة اللبنانية حتينا السبط عليهم وعملنا كاريكاتور لحتى لا الفيديو تتلع بتضحك أكيد المرأة اللبنانية ملنا هيك بس إذا ما عملنا كاريكاتور ما بتتلعشي بيضحك شو كنت ردد فعل للناس بلبنان مسلا أكيد إجي لك كتير رسائل كتير إجي لك كتير رسائل هلأ أكتريت العالم تقول تقريبا 95% من العالم تضحكوا لأنه فهموا أنه كاريكاتور هلأ أكيد فيه ناس قالوا لي أنه مش حلو هالسورة يعني عم تعطيها عن المرأة اللبنانية بس أنفت المرأة اللبنانية أكيد ملنا هيك ملسيتون كاريكاتور لو ما عملنا كاريكاتور ما كنت لعاد فيديو بتضحك بس أحسن شي الوحدي عمي الفوكوس على العالم يلي حبوها ويلي ضحكوا عليها ويلي أخدوها يعني على الإجار أوكي وهلأ شو المرحلة الجديدة بين بعض الإنستغرام الستاندوب المسرح يا ريت يا حلمي لا يا حلمي يا حلمي يلي حلمي يلي حلمي يلي حلمي يلي حلمي صراحة صراحة كمان كذا كونتاكت ناس عم يسألني أكيد فيه ناس اتصلوا فيك اي فيه ناس أخدوا كونتاكت ما يسألوني إذا أنا حاب أعمل استاندوب وهو صراحة أبجيكتيف عندي هيدا هدافك هيدا هدافك أنه أعمل استاندوب بس لحتي أعمل استاندوب تعرف روح لما بيعمل فيديو على الإنستغرام اللي الببليك تي عمانو بوجه الفيديو شي والجمهور طبعا شي تاني فلازم هكي اكتب لازم اشتغل على الموضوع لأعملك يا عام لبنانية سيريسلي يعني رحنا نعمل استيراحة موسيقية ومنرجع بعدين جي كوم وكارين اكي اي كوكو مك مك معنا اليوم كارين ايجا وقت الانتربيو رايا فأنا هلا رح قامل مقابلة لرايا انسينا كارين انسينا كوكو مك مك هلا رح تلعب رح تمثلي دور رايا رايا فرايا قبل ما نفوت عالستوديو قلت لي انه منك مبسوطة وزعليني فبكل بساطة شو مين زع عليك ليه منك مبسوطة حلالك فرصة اول شي لما جيد بعطولي يوبر موسيقية ما وصلنا على الادرس المزبوطة طريت امشي عشد ايق ماشي والتقصب تعرف عم بتشتي وعملت بريشينغ عبكرة وماكن بدأ انه يطلع شكل كثير مشارشح على الكاميرا هيدا أول شي تاني شي بيجعل رائعي hill إعطال لفهم أحسن هذا ؟ على شو بتطلع ايه اول شي؟ اول شي على سيارته اكيد سيارته جزدينه يعني تقريبا اذا بيكون عنده البلاك كارت تكون احسن هلا اول ديت احسنه يدفع حدي تشوف الكارت اللي عنده اياها بعدين بيروح بيدفعها الكنتور يا راية امتى اخر مرة حبيتي شخص؟ حبيبي انا الي زمان ما حبيت شخص المهم مش انا حبي المهم انا انحب ايايايا يا راية امتى اخر مرة رحتي على المطعم او انت ما بروحي على المطعم يمكن المطعم بيجيل عندك لا بروح على المطعم يعني حسب يعني ون كون معزومة اكيد وصراحة اخر مرة رحتي على المطعم هي كنت مبارحة شي لحت را احتفل مع اصحابي على الكيم مبارحة شي كنا 1.900.000 1.900.000 والعاني 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 والمير مك مك كنت معك؟ المير مك مك الناتتا pas avec moi non absolument pas مين لمير مك مك خبرين حكينا عنها الكاركتر هو لمير مك مك على الانستغرام طبع يعني الانستغرام كوكو مك مك هو الاكتر شي شهرني لمير مك مك بتكون امة فعم تتمسخرة على امة بتتمسخرة على امة بس بغي مثل الفيديو مع امين يعني هي كاركاتور عن الامة اللبنانية شو رأي امك بهال مصخرة بهالكالكاتور بتضحك كتير صراحة بتضحك كتير بس هلأ مثلا لما بكون معا كلمة بتقول شي بتطلع فيه بتقلي ما تعمليها هلأ ستوري رح تجرسيني بلا بدأ أعملها ستوري مش حرام عليك لا بتعرف بقلك شي بضحك خبرينها خبرينها هاديك كلمة منش جمعتين كان عنا غدا كلنا مع العائلة وكل شي وكوزينتي بتقلي بتقلي هلا بين كل هالفولوورز ما في واحد طلب ايديك وماما بتقول لا ايدي ولا اجرى قلت لها شفت هيك هيك كلمة بدأ أعملها فيديو جرستي بجرسة بس بس شي بضحك وبعدنا كلي لبنانيه اللي بيعملوا لي فولو فهموا الكونسيبت وبعدنا كلنا عايشين نفس الشي يعني كلنا عنا ام بتقلنا لي ما تجوستي ولي ما عمي تعملي هيك بلعب يعني على كل استيريوتيب تابعولي الامات اللبنانية